وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 105 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 24 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 56 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينها 101 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 21 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 104 أطنان أقماح المحلية